أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلًا آسف كثير على التأخير ويظهر هل كم يوم صار التأخير عندي عادة فأعتزر شديد الاعتزار على الأربع دقائق اللي تأخرت في اليوم عليكم بالبداية خلوني أرحب بكل الأصدقاء المتواجدين معنا طبعاً من الأخ سعد العراقي عم بيقول أصبحت أجي قبل البث بعشر دقائق مثل الطلاب المشتهدين أقول لك أخوي سعد برافو عليك أنت طالب مشتهد بالفعل يعني طبعاً مستر بلاك فراس شريفة أهلا وسهلا بكل الأصدقاء أتمنى من كل الأصدقاء يكونوا معنا ويضعوا أصدقائه إلى هذه الحلقة المبجلة أثابكم وأثابنا الله طبعاً تحية الحرية لأجنو ولحسان أو حسن يوسف وكل الأصدقاء صياد الفوائد أهلا وسهلا بكل الأصدقاء المتواجدين معنا أصدقائي أنا يعني رح أعطي الرابط لأخوي مستر بلاك وأتمنى اللي حابب يشارك بالموضوع أهلا وسهلا طبعاً موضوعنا سيطرة الدين على العقول وكيف بيصير بيسيطر الدين على العقول ونشوف يعني الأشياء التافهة بصراحة يعني ممكن أي شخص ببعض التفكير يفكر فيها يلاحظها يشوفها أنه أشياء العقل لا يقبلها ومع ذلك بتلاقي حتى دكاترت الجامعات مؤمنين فيها وأخذينها على أساس أنه مسلمات على كل حالة مستر بلاك حبيبنا أنا رح أبعط لك الرابط وأنت بس بطريقك إذا تقدر تحطه على الشات لأنه أنا بصراحة حاولت كتير أحط الرابط على الشات ولكن لم أنجح في الماضي فأتمنى أنت تنجح وتقدر تحط الرابط على الشات أخوي مستر بلاك وكن لك من الشاكرين على كل حال وصلك الرابط وأتمنى الأصدقاء الحبين يدخلوا معنا أهلا وسهلا فيكم ومرحب فيكم على كل حال على أي حال من الأحوال أنا أتمنى كوما نسيت حدا كمان يوسف أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا في كل الأصدقاء طيب خلنا نبدأ بفكرة الأولى ويعني العقل المؤمن يعني نشوف كيف الدين ممكن يسلطر على العقل بنلاحظ كتير كلنا منعرف هالشيء هذا ألاف ألاف مؤلفة من مدارس تحفيظ القرآن على يعني على نطاق العالم الإسلامي كاملة مثل ما بقوله موجودة والقرآن هو ذات نفسه يدعو للتفكير تفكروا تدبروا تهندسوا تبطخوا كل هالأشياء المنعرفة ويدعو للتفكير ويدعو لأعمال العقل ولكن ما شفنا ولا مدرسة وحدة في تاريخ الإسلامي كله على كل نطاق العالم الإسلامي في مدرسة وحدة تدعو لفهم القرآن والمشكلة أنه حتى الدكاترة الجامعات والمثقفين ما يحسبوه نفسا المثقفين وكل هالناس لا تفكر أن تفهم القرآن يعني القرآن هو على أساس بليغ على أساس فصيح على أساس أنزلة بلغة العرب الأفاضل ما بعرف شوش كيف يسمون ومع ذلك بتلاقي خمسين ألف مفسر للقرآن يا ترى هالشخص من هالمثقفين هالناس الحلوين فكروا شي يعني يسألوا نفسهم ليش نحن بحاجة لهالمفسرين بما أنه بليغ بما أنه هالقرآن هذا كتير بليغ وكتير فصيح وننزل بلغة العرب لعلكم تفلحون أو لعلكم تفهمون يعني على كل حال أرحب بأخوي كمان جانا وأخوي ياب الحكم أخوي ياب الحكم أنا الرابط الحلقة أتمنى أنه يصل لكل الأصدقاء أنا بعته للمستر بلاك وبعته كمان لأخونا بالحكم فياريت تحطوه على الشات حتى يشاركونا الأصدقاء جانو إذا حابب تشاركنا أهلا وسهلا الأخ عمر أظن كمان حابب كان يشارك مبيرحة أظن أولت مبيرحة أنا راح أبعت الرابط لكل الأصدقاء اللي حابين يشاركوا معنا أنا أحاول إذا هناك الأخ أظن الأخ حنبع الأظن كمان يحب يشارك أنا أحاول قدر الإمكان أبعت الرابط لكل الأصدقاء اللي حابين يشاركوا معنا في الحلقة هاي ونشوف يعني أنا ما بدي أدخل بمسألة الفلسفة وكيف سيطرت الدين على العقوم والبداية والثلاث القمع مثل ما بنعرفون الاقتصاد والسياسة والدين بدنا هالأشياء هاي البسيطة اللي بنشوفها قدام عيننا الناس تؤمن فيها ولا تفكر لا تفكر وأنا بدي من هم من هالمنطلقات أقول لأهالينا وأحبابنا المسلمين فكروا بهالشغلة هاي يعني مثلا مثل حفظ القرآن وعدم فهم القرآن يعني أنت اليوم مؤمن بكتاب تقول أنه هو خلاصك تقول أنه وعدك بجنات عدن تجري من تحت هالأنهار طيب مو الأولى فيك أنه تفهم هذا القرآن ما هو الأولى أنه تفهم شو القصة يعني تبني إيمانك على فهم ما هو على تباعية عمياء لرجال الدين وما يقولون رجال الدين يعني هل أنت إذا يا جماعة إذا اليوم رجل الدين هذا اللي منشوفه بالعمامة ولبس هال هالمنطوية وتيفر يعني لباس رجل الدين إن كان بالمسيحية إن كان بالإسلام ولكن نحن بما أنه يعني خلفيتنا كل إسلامية رح نحكي على المسلمين هالرجل الدين هذا مثلا مثل القرضاوي أو الحويني هذا إذا اليوم جينا شلحناه هالعمامة هالقلابية هاي وحلقنا له دعنو رح يكون إنسان عادي رح يكون إنسان عادي بكل معنى الكلمة فالأولى فينا الأولى إنه نفكر شوي طب هالإنسان ممكن يكون خطأ ممكن يكون دجال ممكن يكون عم بتضحك علينا والواضح الواضح إنه رجال الدين هدولة الأغلبية الساحقة الأغلبية الساحقة لا يشكو من مثل ما بقولوا من قلة في هذه الدنيا مع أنهم لا يعملون شيء ما في واحد مثلا بيطلع بيشتغل بيطلع الصبح بروع الشغل برجع على مساء مثل بقية الناس لا شغلتن هالخرافات هاي اللي أنتو ما نكون فهمانين أتمنى تفهموها يا أخي بعمنا تفهموها يعني تفهم اليوم ليش مثلا نجحشي بالطير أوكي آمن أنا ما لي علاقة فيك آمن افهم أنت ليش خير أمة أخرجت للناس أوكي تم آمن أنك خير أمة أخرجت للناس لكن افهم قبل ما تؤمن إيمان كامل وعميق وراسخ افهم الموضوع افهم ليش أنتو خير أمة شو السبب شو الدليل أنك خير أمة أخرجت للناس شو قدمتوا للحضارة اليوم إذا أنتو خير أمة أخرجت للناس جيب دليل كتوب عندك مثلا جيب ورا وقلم كتوب والله نحن خير أمة لأن أمتنا هي الأمة الوحيدة مثلا اللي اخترعت الكهرباء أول أمة اخترعت الكهرباء فنحن خير أمة مثلا نحن أول أمة طلعت للفضاء كيف بالبراق طبعا ف بتسجل واحد اثنين ثلاثة أربعة بتساوي مثل ما بقوله ليستة قائمة بالأشياء اللي تجعلك من خير أمة وصحتان وهنا خب يعني نصير من خير أمة ونتمنى لك التوفيق ولكن انه تؤمن بالشيء بدون فهم بدون دليل يعني مثل ما قلت طعم لشيوخ إذا جرتهم من ملابسهم الدينية وهي وهالهالة هاي بتلاقيهم ناس بسطاء جدا أصلا بتلاقيهم بهاليل يعني ما بيفهموا ما بيعرفوا يحكوا كلمتين يعني جيب الحيواني هذا الحواني الحواني جيبه حلق لو ده أنا شيل اللفية عنه شيل القلابية تلبسوا عادي مثل كل الناس وتعه تسألوا كم سؤال في العلوم الطبيعية بالفيزياء بالكيميا ستراه حمارا لن تراه أكثر من حمارا يعني بصراحة و كذلك القرضاوي وكذلك غيره وغيره وغيره أسف جانو أنا ما كنت شايف الشاشة أهلا وسهلا فيك جانو خلينا رحب أخونا جانو تحياتي حريب جانو لك ولكل الأصدقاء الموجودين في تشات ما بعرف من أبدأ من الايدولوجية ولا من الابتكارات الإسلامية ولا فين أبدأ ما بعرف يعني هم بس ندنا هالشغلات البسيطة اللي بيأمنوا في أهالينا وبصراحة بعونا ما بفكروا فيها شغلات كثير بسيطة قصلا إذا تسأل أي حدا مثلا شو يعني سبحان الله أو استغفر الله خاصة الأشخاص اللي غير تابعين لأمة العربية بين قوسين ما بيفهموها ولا بيعرفوها شو معناتها بس أشياء منقولة والأشياء المنقولة وأنت ما بتقدر تثبتها ولا فيها أي استفادة فقط تسمع شيء وبتردد مثل الببغاء وهذا هو حال الإسلام يعني أجمل مثال لهذا الشيء أكون أحمد حرقان أحمد حرقان كل عمره مسلم بيقرأ وبيحفظ مثل الببغاء لما فهمها رأسا سابها شو يعني شو السبب إنه يخلي شخص كل عمره متماسق بشيء بس لمن فهمها ترك يعني هذا دليل واضح إنه الأشياء المنقولة اللي وصلتنا يعني العيب أنا دائما بقول أبوي وأمي أجدادي علمونا أشياء على طريق الخطأ العيب إنه أنا الرب أجيال القادمة أو أبنائي وبناتي على نفس الخطأ بدل ما إنه أصححها فالأجدر بي إنه أصحح هذا الغلط اللي اللي علمني أبويه مشان ما يوقع فيها أبنائي هذا هو يعني بالضبط جانو في شغلة تانية يعني بنسمع دائما من أهالينا أنه صلى الله عليه وسلم كل ما يقول لك صلى الله عليه وسلم طيب إذا شفت صورة في الفيسبوك بيقول لك جبريل عم بيقول لك يا الله أبو أحداد عم بيقول لك تصلي عن نبي أتمنى أتمنى من أهالينا يفكروا بهالموضوع عادة أنه مسألت إنه صلى الله عليه وسلم طيب كل لحظة وكل ثانية يقولون صلى الله عليه وسلم هل الله دائما عم يصلي المشكلة مش فقط في قول هذا الكلام المشكلة الرئيسية في فهمها يعني أنت دائما الدعاء بتصير من الأصغر للأكبر مثل العسكرية العارف لازم يسوي تحية للضابط والضابط للأكبر منه هذا هو تسلسل فالدعاء دائما بتكون من الصغير للكبير أو الإله فكيف إله بيصير هالصغر أنه يصلي على الشخص تافه بس هذا هو المنطق يعني كيف بتصير أرجو من المسلمين يعني أنت دائما بيروحون للمسجد وبيدعون يا الله افتح لنا أبواب الرزق افتح لنا ما بعرف طريق الجنة أوكي بس كيف الله يصلي على النبي كيف فهمني جانو في ما بعرف اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة ليلة القدر و يعني أهالينا ما شاء الله ليلة القدر بتعرف الدعاء مستجاب هل أنا كمان سؤالي يعني أسأل أهالينا هل واحد منكم مثلا عبر تاريخه كله دعا دعاء ليلة القدر واستجاب دعاء وصار ملياردير وصار يعني كل المسلم يقول لك افرج عنا وافرج عنا وكل دعاء منه يصير الفقير يصير غني يغتني هل استجاب الله هذا الدعاء مش فقط عجوز أو عجوزة مقساعة يعني أليس هذا عمل غير إنساني يعني شخص بيقتل مجرم مثل كل الرؤسات الدول العربية والشرخة وسطية في بلدة القدر الله يغفر لك كل ذنوب يعني صدام رح يدخل الجنة لأن لما كان في سجن بقى ثلاث ليالي بيصلي وبيدعي شنو هل صدام رح يدخل الجنة بتعرف ليش لأنه سمني فقط من الفرقة الناجية يعني والمشكلة يعني أنا كثير مرات بضحك لما بشوف بوستات وبيدعوا لصدام يعني نسو أنه صدام كان بيزيج بالإسلامين في السجون يعني نسوها لما كان بيعدموا بالآلاف ولا حدا داري بهم كلهم إسلامين بس رح يدخل الجنة لنسو مني ودخل للمحكمة كان القرآن في إيده هذا هو العقل لما ما بيشتغل لما بيكون مغيّة فتقدر تصدق كل الأشياء المشكلة في أوطاننا إنه إذا أنا مثلا كشخص إذا كنت أسمع مثلا أطرافي كنت لازم أكون شخص يعني مستقبلا أسير داعشي مهيئ أنه أكون داعشي بس لما أفكر بمنطق وأدلة أنت تبتعد كليا عن هذه الخرافات تصير إنسان مستقيم أول شيء مع نفسك ثانيا مع المقابل لما شخص بيسأل أنت شو دينك أنا بقوله دائما أنا ما أنا أثيست فلما بيسأل إنه ليش كيف بقولهم روح دبروها راح تفهمون يعني في آلاف الأدلة في القرآن في الأحاديث كخرفية إسلامية بيعطيك كريدت إنه إنه تصير أثيست ما بتؤمن بهذا الشي أبسط أمثلة يعني الشهادة الشهادة لما بيقول أشهدوا أن الله إله 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 واشهدوا أن محمد الرسول أكبر كذبة هذا الشي أكبر كذبة الشهادة بتصير لما أنت بتشوف شي حادث يعني بتشوف ها ماديا أنت لا شفت النبي ولا شفت الله كيف تشهد لهذا الشي كيف فهمني أين المنطق في هذا الشي فقط مشان أبوي أو أمي قال هذا الشي يعني هما صاح بهيك أقاويم لا طبعا لا كتير كتير منطقي أنه أبوي كان غلطان كتير منطقي أنه يكون أمي غلطان بس مش لاسم يعني أثير على نفس الخيط وأركب نفس الأخطاء صحيح جانو صحيح على كل حالة أنا أشجع كل أصدقائنا الدخول معنا في نقاشنا في نقاشاتنا هي كل الأصدقاء المتواجدين معنا على التشات يعني لا تبخلوا علينا بالدخلة يا جماعة اليوم كرامة لليلة القدر يعني ومثل ما تعرفوا الليلة القدر خيرا من ألف شهر يعني تتنزى الملائكة هلله عند الساتلايتات أكيد باركين على الساتلايتات شو هيك أنا المشكلة لما مسلم بيقول لك أنه القرآن نزل في لليلة القدر يعني كيف نزل القرآن صار مدة بحوالي عشرين سنة بس حتى كل شهر شهرين أو ستة شهر حتى ينزل آية أو صورة فكيف في لليلة القدر نزل القرآن يعني خلينا لليلة القدر خير من ألف شهر طيب يا أصدقاء يا أحباب يا مسلمين فكروا في إذا القرآن أول ما نزل اقرأ باسمي ربك ومع الله بيعرف أنه محمد لا يقرأ مع ذلك عم بيقول له اقرأ وبعدين نزل حبة حبة بعدين في آيات تنسخ آيات يعني يعني كيف كله نزل مع بعض وكيف بعدين في آيات تنسخ آيات وكيف كله موجود باللوحة المحفوظة يعني أرجوكم بس يعني فكروا فيها حتى يكون إيمانكم على صواب على مثل ما أقول على ضوء يعني على بين الإيمان هذا حبيبي جون الله عنده زهاي مهر يعني مرات بينسى يعني مش لازم يعني هذا حالة نفسية أو جسدية ف لازم نعفي الله من هاد الأشياء وكيف هو الله وخالق الكون يعني بس خلينا نعرف قبل ما أقول هذا شي سويت شيرلي في قناة إجهر في بار كانت علي أنه الليلة راح نسكر الليلة ليلة القدر يعني سبحانه مغير القلوب صاحب البار مسلم يعني ليلة القدر بالعكس هو لازم يفتح البار بشان لأنه الرزق بكتر الليلة القدر فهو بتم صاحي يعني مع وصاحب يدعي فالغزق لازم يكتر في بصراحة شغلك تانية جانو يعني شيء عجيب غريب بيكون الواحد مثل ما أصدقمني يعني أظن قال هالمثل هذا بيكون الواحد فقير معدوم ما هم لاقي اللقم يأكل ما هم لاقي طعم أولاده دني يعني ديئة عليه إلى أبعد الحدود بيقول لك ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا يعني كل المصائب هاي اللي وقع فوق رأس الإنسان الفقير المعدم همه الوحيد أنه دينه يعني ما يشك بدينه ما ما يخف إيمانه فكيف كيف بتشوف السيطرة هون على هالعقل هذا جانو هذا هو مصيبة الكبرى يعني الجهل دائما تقدر تسيطر عليه بيصنع إله بيبيع يعني أنت لما تشوف مجتمع جاهل تتكتر في تجار الدين يعني أنت ما بتشوف تجار الدين فقط في أماكن فيها أغربية ساحقة من الأميين ومن الجهلة مع احتراماتي يعني مش أنا ما بدي أقلل من قيمتهم هم نسيش من المجتمع بس هذا وإشكال الحقيقي المشكلة لما تكون في شخص أو منطقة متعلمة يعني ما بتشوف هل اتجاه التجار الدين المسيطرة على لأن هو بطن الشبعان ف عنده شغل ما عنده أشياء تانية مش أن يفكر فيها مثلا يصلي أوكي بس ما بيكون مثلا هذا الجائع اللي كل هموا أنه الله يرزقها بشغل هي في عالم اجتماعي اسمه ماسلوب أبراهام ماسلوب عنده مدرج كثير حلو بيقول إذا بتروح في هذا الاتجاه هو حرمي الاتجاه إذا بتصعد عليه راح تبني مجتمعا تكون فيه راقي يعني مجتمع راقي بس إذا بتنزل فيه راح تكون مجتمع متدني وتكون فيه مستوى جرائم كثيرة بتكون فيه الجهل كثير مثلا الحاجات الفيسيولوجية للإنسان الطعام والشراب والملبس والبيت هذي أشياء ضرورية للشخص مشان يقدر يعيش إذا ما بيكون عنده هذه الأشياء يعني في مجتمعاتنا دائما دائما بتكون حتى إذا بيكون عنده بيت بس ما راح يكون عنده طعام بيكون جوعان العائلة لأن المصار اللي بتصير في مجتمعاتنا من الحكومات ومن عدم التخطيط ومن عدم يعني التربية الصحيحة فبتكون فيها خلل خلل فهذا بتؤدي إلى خلل أمني ولما بتكون في خلل أمني ما بتصير آمان ولما ما بتصير آمان ما بتصير الشخص إنه يدرس أو يتعلم مشان آم يبني فهذا هو السبب الحقيقي لتدني أوضاعنا فلما بتكون في آمان جهل وعدم الاستقرار آم ف دائما بتشوف إنه آم يصنعون إله وهمي ويدعون إليه هذا هو للعسف الشديد ومصداقة جانوب بكل كلمة يعني هاي سبب مصيبتنا وهاي سبب تخلفنا للأسف الشديد يعني وإنما تشوف الفقر والأمراض بتلاقي فيها بتكون الدين هو المسيطر في أي مجتمع كان فيه فقر وتخلف بتلاقي الطريقة الدينية والفكر الغيبي هو المسيطر مهما كان يعني كان كان ديانة مسيحية ولا ديانة إسلامية يعني نشوفنا القرون الوسطى وقبل القرون الوسطى لأوروبا لكانت في عصر الظلمات لأنه كان الدين هو المتوقع طيب خلونا نرحب بأخونا وحبيبنا أبل حكم أبل حكم أهلا وسألة فيك حبيبنا أهلا جان سلم عليكم على أخي الصغير كاب جانو وعلى جميع المشاهدين واللي معانا أيضا بالتكست يعني يعطروني أنا ما طالع يعني خليه على المفاجأة على الحلقة حلقة عمرو بن العاص بكرة وبعد بكرة ليه أنت عامل حاجة يعني يعني تصريحة جديدة يعني مساوبة فينا مثل الفنانين يعني تصريحة جديدة مرعش تصفر جيلة الجمهور يعني يعني تغيير معين نعم أوكي طبعا جان أنا سويت حلقة أو حلقتين في قناتي أيضا عن يعني سبب تعلق بالدين مهو هذا الحلقة آه سبب سلطة الدين على العقول يعني أي طبعا طبعا هذا يعني إلا أسباب كثيرة جان طبعا أول ما ينشأ الطفل أول ما يولد يسمع أول كلام يسمع الله مع أما الأب أو الأم تقول من طفولته عمره سنة سنتين يودنوا في أدنه ولا ولا لما يولدوا ويتكلموا معه ويجيبوا اسم الله كيفما اتفق دائما يسمع هذا الشيء بداية الطفل حافظ هذا الشيء لما يروح المدرسة نفس الكلام الكلام عن الدين ودرس الدين والله والجنة والنار هذا يعني الطفل من طفولته بالمدرسة بالتدائية المتوسطة الإعدادية الجامعة كل مراحل الحياة ومن المجتمع أيضا فقط يسمع كلام دين والعبادات والتخويف من عقوبة الإله وضرورة الاجتناب الآثام والأشياء الكريهة ياريت يمنعه من السرقة ياريت يمنعه من الجرائم من الكذب من هالأشياء بل بالعكس يحثوا على الكذب لأنه الأحاديث اللي موجودة تحثوا على الكذب المتواصل لأنه هذا الشي مسموح ويهتموا بأشياء شخصية تافة ومتأثر على المجتمع أنت عملت شعرك هيك لبست هيك تكلمت مع فلانا أوعي تلبسي أصير أوعي معرف إيش يعني شغلات شغلات ظاهرية وشخصية تخص الشخص شو خص هو يطلع مع مين يتكلم مع مين يصاحب مين هالأشياء ما تأثر على المجتمع بسرعة ومباشرة الأشياء اللي تأثر على المجتمع هي الأشياء الأخلاقية الحقيقية الأخلاقية الحقيقية هي كعدم تحايلك إخلاصك في العمل عدم الكذب عدم القتل عدم السرقة هالأشياء ما يحثك عليها لأنه حتى حتى صدقني هنا أنا في ناس يعني ما أحب أذكر العرب لكن لا أحب أذكر من أي منطقة حتى إخواننا لا يزعلوا يعني سألته قلت له أنت أعرفه حرام يعني قلت له أنت ليش تسرق يعني قال لي السرقة عدنا حلال قلت له ليش قال لي ذول مسيحيين كفر إحنا مسموحنا نسرق أي شيء فقط ما مسموح إنا نسرق الحليب والخبز يمكن باعتبار الحليب للأطفال والخبز معرف إيش فيعني يتكلموا كلام فاضي وفارغ وما يخش العقل والله إيش هذا متعلمه من الدين وروح تسرق الصاغة الصاغة إذا كان محل مجوارات وذاب إذا كان يهودي أو مسيحي لك حق تسرقه لأنه هذا كافر يعتبر كافر وإلك حق تسرقه يعني تشوف التعليمات والأشياء اللي يتعلمون من الإسلام يتعلمون فقط ما يعلمك الإسلام ولا تهتم ولا تهتم إنه هذا الشخص يعني يكون يمكن إنسان جيد اللي تسرقه يمكن يكون إنسان صالح بالمجتمع فبهاي الحالة تصير صعبة جدا تغير هذا الشخص لأنه مثل ما صارت صعوبة علي أيضا أنا كنت في نزاع دائم عشر إلى دعش سنة مع نفسي إلى أن قدرت أترك الإسلام لأن يشربوا يوكلوا في جسمك في بدنك يجري في دمائك هذا الشيء فصعب جدا تترك بداية حبيت أتكلم عن الموضوع من هذا المنظر طبعا أشكرك أخوي أبو الحكم بصراحة أخونا حنبعل طرح سؤال هو سؤال جيد وأنا بصراحة يعني أنا الهالي كنت حابب أحكي بهالموضوع هذا يعني في الصلاة طيب هل سؤال هذا بصراحة بده تفكير يعني نشئنا ونقبينا اليوم نحن المسلمين لما بيدعي بيدعي لفوق برفع أيده لفوق معناته الله فوق ونحن يتحد فهذا الشيء مفروغ منه الله فوق ونحن يتحد طيب اليوم إذا نحن طلعنا بس شوي من الكرة الأرضية طلعنا خرجنا من المجال أي شخص مراقب رح يشوف أنه يا جماعة ما في شيء اسمه فوق وتحت وما بيتم اتجاهات أصلا يعني كل الاتجاهات هي متساوية ما في شيء اسمه فوق تحت شمال يمين هالاتجاهات هاي نحن بنتعامل فيها بس على الكرة الأرضية حتى نعرف النافيقاشن طبعا وين بيكون بالنسبة للكرة الأرضية ولكن إذا طلعنا برا الكرة الأرضية ما بتمشي اسمه فوق وتحت يعني أنت لما عم ترفع عيدك لفوق هذا لا يعني شيء في اتجاه واحد مع أنه إذا رحنا طلعنا من الكرة الأرضية شفنا بالفضاء الخارجي بتلاقي ما في اتجاهات وين الله فأتمنى يعني الأهل أهالينا يفكروا بهالموضوع هذا أنه أنه أنت عم ترفع عيدك لفوق طيب شوفي فوق وين الله أنت عم ترفع عيدك لا يعني لأله هو فوق وتقول يا رب يا رب يا رب وين يعني بس فكروا بهالموضوع هذا أنه الشيطان تحت طيب وين تحت يعني ما في شيء اسمه تحت فوق جانو شو تعقبك على الموضوع والله شو أقول لك يعني إذا أقول لك راح نصير مجانين على أيدي المسلمين يعني صدقني ما بعرف يعني عن جد يعني لما تسأل سؤال محدد لهم بيهربون وما بيجاوبونك هلأ مثل ما قلت دائما الدعاء بتصير من الأدنى للأعلى يعني كيف بتصير أنه الله يدعي من الفوق لتحت بس بدنا نفهم هذا يعني قوارين الفيزياء نعرفها يعني كيف بتصير هالأشياء هذا ميتافيزيك يعني خارج عم سيطرة الزمان والمكان مشان ما ندركها أو إذا ما ندركها ليش حتى يقولوننا هلشي ليش شو السبب إذا إنت ما بتقدر تلمس أو بتقيسها بواحدات فيزيائية بتقيسها ما بتلاقيها ليش حتى أقول لك يعني ليش حتى ما في شغلة تانية جانو في شغلة تانية يعني بصراحة أخوتنا المؤمنين وحبائبنا وأتمنى يفكروا بعقول يعني لما لما تطرح فكرة على ملحد الملحد هذا يعني ما هو إنسان يجى من الحيطة وبيؤمن بكل شيء يعني كل شيء يفكر يبيقلك الله موجود طيب الله موجود على عيني وراسي الوجود كلمة الوجود لازم يأخذ حيز من الوجود طبعا إلو ارتفاع إلو مالي وقت إلو قتلة إلو شيء معين في الوجود الوجود خارج الكون ليس وجودا يعني هلأ بيقولك إنه خارج الكون طبعا خارج الكون ما هو وجود يعني خارج الوجود الوجود هو الكون الوجود هو هذا الوجود اللي أنا وإنت موجودين فيه يعني لما أنا أقول الكاسة موجودة هاي الكاسة موجودة اخذي حيز من الفراغ اخذي كتلة اخذي لون شكل واضح المشكلة هلا يعني بيقولوا ان الله خلق الكون طب قبل خلق الكون اين كان الله؟ اين كان الله؟ كان عم بلعب ببيضاته يعني بصراحة فيه كتاب كتير كتير مهم لأمونال كانت اسمه النقد في عقل المحط ياريت اصدقائنا يقرؤوها راح يستفادهم كتير وكتاب لبرنارد راسل يعني بيدقق على هذه الاشياء الوجود وعدمه ومشان هيك يعني ثميناتهم ما بيؤمنوا لا بإله ولا ببطيخ هم الناس صاحب عقلية حرة صلبة عقلية جبارة بكل معانا الكلمة يعني فانت لما ما مدخل معا تودر حبيبي ابل حكا عفوا ايه بلغلط رتكتب شي وتفضل يكمل يعني مثل ما قلنا يعني قبل ما يخلق الكون اين كان الله شو كان بيعمل كيف قدر انه يصنع الكون بسبعة ايام يعني كيف ولمن بتناقش وكل يوم بما بعرف كم سنة تبعنا طب انت لما بتقول يوم يعني يوم بتاعنا شو دخل الله بهالهال ليش انت تتفسر اشياء يعني احنا نعطي معاني لاشياء العقل البشري بيعطي معاني لاشياء قبل وجود الكمبيوتر ما كان شي في اسمه الكمبيوتر الانسان اه صنع مستلح الكمبيوتر ابتكرها فلما بتقول يوم احنا نعرف اليوم انه وخلال افا عشرين ساعة بتصير يوم كامل فانت ليش بتجي تفسرها باشياء انت بنفسك ما بتعرف شو بتحكي فيها جانب فيه شغلة كتير مهمة هون انه اليوم هو شرحه محمد حتى بالاسلام يعني زوجينا نحن كمنخلفية اسلامية واهلين اغلبهم من اغلبية الساحقة من المسلمين محمد شرحه يعني اليوم هو مسيرة خمسمينة عام مثلا من يوم كما ده ولا الف عام ولا الفين عام يعني فيه حديث كتير بتفصل بهالموضوع هذا بتفصل عرض السماوات والارض بتفصل كل الاشياء هاي بحسب يومنا هذا يعني وكل ما فصلوا لا لا يعتبر شيء يعني في المقاييس ال الكونية الفيزيائية الموجودة يعني هذا شيء مفهوم صوت مقطع طيب على كل حال انا انا توقفت انا لطيزا في عند التعقيب يعني اه ابو الحكم انت معنا ابو الحكم اه نعم موجود معك ابو الحكم انا بدي اسألك سؤال اه كمان اهالينا بصراحة يعني دائما موجود عندهم بس ياريت تعمل نيستحل حتى بس افرسك اه شكرا اه يعني دائما موجود عندهم هاي يمهل ولا يهمل يعني لما بيكون مثلا واضح انه الله ما بيطلع معه بيده شي ساوي بيقولك يمهل ولا يهمل بس اذا طلع الشي بقوله شوف انتقام الله اه يعني شو شو بتقول للعقول اللي بتؤمن بهالكلام هذا يمهل ولا يهمل اه راح راح اه سؤال ذكي وجميل هذا انا راح اجاوب عليه بس قبلها بس اعقب على الشي اللي قلتها لما ندعي الى السماء يعني طبعا البشر لما يدعي الى السماء اه يعتقد انه هو تحت والسماء فوق واحنا شرحناها كثير يعني انه احنا احنا كنا في هذا الكون الفسيح كون نقدر نسميه داهري اه لا متناهي اه لما لما نعمل فرضية اذا انا رحت على المريخ مفروض اشوف الارض تحت صح ولا لا لكنك انت تشوفه فوق يعني اذا لما ادعي وانا على المريخ ادعي للارض صارت بالسماء لانه يعني ايه اجا يقرب المعنى حتى الناس يعرفون ان قصدنا شنو يعني اذا انا دعيت لازم ادعي الارض لان صارت في السماء يعني يعني اتخيل لوقت محمد اذا تقول له واحد انت معلق فوق صاير مو تحت انت انت فوق يقولك انت مجنون يعني لان هو يشوف فوق ويشوف اه نفسه تحت اه يعني الامور كلها تتشربك على المسلم لانه مصاعد يعني ما عنده غير الجمل يمشي عليه يعني مصاعد امتار عن الارض حتى يعرف شوف فيه يعني يا ريت كان واحد الطيور تتكلم كان علم كان علم محمد انه اه كلنا في هذا السماء هو شوف لما يكون فوق يعني اه يعني هذا النقطة انه عام كنت لحبي توضحها اه اما عن السؤال الاخر كان انه اه كان انه اه اه يمهل ول لا يهمل ويهمل طبعا اه هذا الكلام انه اه 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 يمهل ول لا يهمل ايضا 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 اذا انا اكبره مثل اللوتو يعني شايف اللوتو لما تلعب أنت تصيب ستة أرقام وتاخذ الجائزة الكبرى يعني ممكن طول حياتك تعيش وهذا يوم الولايوم ما رح يجي عليك نهائيا يعني أنت تعيش واحد يدي عليك مثل ما يدعون على اليهود صار لهم من وقت محمد لحد لأن يدعوا على اليهود واليهود عايشين آخر فلو 17 يعني كل الدول العربية وأطرافهم هم مسيطرين على الوضع يعني يقدروا يمحوا العرب كلهم بقنبلة نووية يعني وين دعاكم اللي تدعوه ليلا ونهارا وفي كل مكان أن هذا الإله ينتقم منهم ولكنهم يزدادون قوة وأنتم تزدادون ضعف وجهلا أيضا الدعاء إذا مثلا واحد دعا الشيء وصار يقول لك شوف الله سبحانه وتعالى استجاب لدعانا وإذا ما استجاب يقول لك الله سبحانه وتعالى جاء يجربنا أو يمتحننا يعني يعني عاوزين نفهم يمتحننا ولا ولا ينصرنا يعني رسلكم على بر يعني فمن مليون دعاء واحد ينجح يقول لك شفت الله سبحانه وتعالى استجاب لدعائي هو هذا منظرنا دائما منظرنا القاصر الإله الوهمي اللي نخليه في رأسنا ونعتقد أنه هو اللي يستجيب لدعواتنا ليش طول هالدعوات نسويه وإحنا من الدول المتخلفة بسبب هذه الدعوات من ضمن هذه الدعوات لأنه إحنا نتكل على شيء فوق ولا نعرف هو موجود ولا لا بينما الدول اللي بتعدت وصارعت الأفكار المتخرفة والسيطرت عليها قدروا يتقدمون وصاروا بمصاف الدول العالم وهم اللي انكسروا وإحنا بقينا مثل بول بعير نرجع لورا يعني أشكرك أخوي عبد الحكم بصراحة في بس الأخ ظن محمد محمد حسين أتمنى تدخل معنا الرابط موجود الأخ مستر بلاك أظن وضعه وأتمنى أبل حكم أنت توضع الرابط كمان لأنه في الأخ بدي يدخل معنا وأرجو كدو يعني أتمنى من كل أصدقاء اللي حابين يدخلوا ويعملوا مداخلات أهلا وسهلا الرابط طبعا هذا هو موجود أتمنى إذا بدي حابة تدخل لأخ محمد أهلا وسهلا فيك وأتمنى من أخوتنا إذا فيه أخوة مسلمين ونتناقش بهالمواضيع هاي يعني اليوم في في عنا هو موضوعنا سيطرة الدين على العقول يعني نشوف أسادسة بالعلوم العلوم الطبيعية موجودين في جامعاتنا وجامعاتنا ما شاء الله تحوي كتير من هالنمازج هاي يؤمنون إيمانا كاملا في وجود كل الناس بتعرف حتى الأطفال بيعرفوا أنه كان فيه ديناسورات طبعا الديناسورات لم تذكر ولا من طريب ولا من بعيد بالقرآن ولا بأي كتاب سمايلي ولا أرضي ولا أي شيء يعني غيبي لم تذكر ومع ذلك ومع ذلك يؤمنون بالغيبي هذا اللي لم يجيب بطار الديناسورات طيب ما فائدة الديناسورات بما أنه أنت يا يا دكتور يلي أنت في الطبيعيات تؤمن بهالغيبيات هاي وتعرف حق المعرفة أنه كان في ديناسورات كيف ممكن تطبق بيناتهم كيف عقلك هاد أدران يعني يتزاوج خلينا نقول بين هالأفكار هاي أو يزوج الأفكار هاي بعضا وتبقى مرتاح يعني وما فائدة خلقة الديناسورات إذا كان الله يقول لك هو من خلقت الديناسورات شو فائدتهم شو فائدتهم أنه يجوا على هالكوكو 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 مئات تقريبا 180 مليون سنة بقوا موجودين على هالكوكبات شو فائدتهم يعني ليش قطلوا بعضهم ياكلوا بعضهم ويوم بعد يوم بعد يوم بعد سنة بعد ألف سنة بعد ألفين سنة مليون سنة مليونين مئة وستين مئة وكسور مليون سنة بقوا بديناسورات شو السبب لحتى بعدين يجي الإنسان من 300 ألف سنة يعني الإنسان الحديث جانو شو بتور بي هالفكرة هاي شو تعقيبك عليها حليل يعني ما بعرف أضحك ولا أبكي لما بشوف شخص متخرج في الفلسفة أو بيولوجي أو بيولوجي يترك المحاضرة وبيروح للمسجد ويصدني يعني بتعجب أنت أنت يعني صاحب الفلسفة بيعرف يقينا يقينا أنه هذه الأديان عبارة عن وهم بيبيعها للناس صاحب صاحب الجيولوجي بيعرف يقينا أنه الأرض كيف تكون وكيف صارت و من كم طبقة بيتكون وشو جوات الأرض والكون كيف صارت وصاحب شو بيسموها بيولوجي بيعرف الخلايا تكوين الخلايا وما بداخلها وحتى توصل للديناصورات طب أنت كيف تؤمن بأشياء يعني حتى بدي واحد مسلم يجاوب أني الحيوان المنوي كيف يتكون عند الرجل هل مسكورة في القرآن يعني بدي أفهم يعني خليه يقولنا بيقولوا أنه بيتكون بين الظهر ولا شو بيسموها ما بيعرف بالعربي في الصلب أعظن في الصلب يعني محمد هل أدغبي ما كان بيعرف هذا الأشياء شو سيئ عفوا في الصلب والترائب يعني وجاي بيقولك الإعجاز العلمي في الإزعاج العلمي في الجنين وما بعرش طبعا قبلهم كانوا في كتير دكاترا وخليه يجاوبوني القيلاني القيلاني اللقب الشايع خاصا في العراق شو معناتها هو اسم لدكتور أغريقي اسمه كلاوديو قيلاني ففي عصر هارون رشيد ترجموا هذه الكتب للعربية فاللي كان يقراها فكان يسمي أولادها باسم المؤلف فصار هذا الاسم فيعني ما بعرف كيف كيف أقول هذه الأشياء قبل محمد كانت موجودة ومحمد سوى كوبي كيس واجابها يعني دائما بقول القرآن عبارة عن تجميع الإنجيل والثورات زائدة المغامرات الجنسية لمحمد ولا غير ذلك ولا غير ذلك يعني بصراحة في شغلة ثانية كمان أنه العلم مهما حاولوا أهل الخرافات دولة مهما حاولوا إن كان يعني حاولوا بالسيف حاولوا بالحيلة حاولوا مثل جماعة زاكرنايك وغيرهم بتضحك عن ناس بيخزع بلاتهم العلم يفرض حاله غصبا عنهم يعني غصبا عن كل المخرفين اليوم بنشوف الحديث بالآيات القرآنية بنلاقي بنلاقي في طب نبوي في رقية شرعية في يعني اختصاصات ما شاء الله في التخريف يعني ولكن أي شخص مؤمن يصاب بزكان يرقض للطبيب يرقض للعلم وغصب لعنه لأنه العلم يفرض نفسه الشيوخ أنا اللي هون بدي بس أحاكي عقول أهالينا المغيبين اللي الدين مسيطر على عقول لأنه موضوع حلقتنا أنه يا جماعة اليوم المشايخ هن هن ممثلين هالدين هذا إذا فيش شيء صحيح بهالدين مثل الطب النبوي وكل الأشياء مثلا الحب السوداء فيها شفاء لكل ده بول البعير فيها شفاء لكل ده ليش هالمشايخ هاي أول ما يصابوا بأي مرض بتلاقي مو بس يتعالج عند الأطباء في بلدهم لا بيركبوا الطيارة بيروحوا على بلدان مثل ألمانيا مثل بريطانيا مثل فرنسا بيتعالجوا عند الكفار زائد نفسهم حتى لايه مالهم ثقة بالأطباء المسلمين يعني فأتمنى أتمنى من أهلين يفتحوا وكلهم يفكروا بهالموضوع ليش طيب مثلا مثل الحوينيا هذا لما مرض رأى ألمانيا ما رأيك ما تعقيبك على الموضوع خبرا هم صراحة يوكلون الناس الوهم ولكن هم من ناحية أخرى تلقاهم أشدوا حرصا على الدنيا هم مو عاوزين يدخلوا للجنة يعني خليه يتركوا لا يتعالجوا ولا أي شي حتى تشوف هم رح يدخلوا للجنة ولا لا وتشوفهم يعني أيضا يحثون الجميع بالجهاد والجسمة والتوكل على الله يقول لي يعطي الحزام الناس أنا يعني أعمل حالي إذا عملت حالي يعني مجاهد رح أقول له طيب أنت موت أو أنه رح حريات أخذ خذ الحزام أنت ألبسه وروح للحريات أنت شو نقصك يعني يعني لما تأمرني أسوي هذا الشي وتراهم أيضا يعني على أدفع شيء على أدفع شيء يروحوا للطبيب ولا يأخذوا الطب النبوي اللي يتكلموا عنه تشوف نفسه اللي يعالج بالقرآن اللي يعالج بالأدعية هو نفسه هو نفسه يروح للدكتور يعني هو يروح للطبيب بينما هو يحثك على يحثك أنه تقرأ القرآن ومعه شيء اسمه مرض نفسي يعني محمد أصلا هو أصلا كان مصاب بمرض نفسي شرحناها صراع الفص الصدقي كان عنده يصير عنده تهيئات أنه يتكلم مع بشر غير موجودين ولكن هم يأيدون محمد ولا يقولون أنه مريض نفسي وهم أيضا يقول لك أنت لابسك الجن يعني أي شيء يصير يقول لابسك الجن بينما هو نفسه إذا أي شيء يصيبه يروح للدكتور النفساني هو بنفسه هذا الشيخ ممكن يروح على دكتور نفساني ولكنه هو يعطي ممكن يعطيك الدعاء يخليها في صدرك يقول لك هذا رح يقيك كل آيات قرآنية رح يقيك من الشر والمرض بلا دكتور بلا زفت يعني عايشين بوشين دولا الشيوخ عايشين بوشين وش للمسلمين ووش لحياة العادية يعني يملون عليك أشياء لكن هم ونفسهم ما يطبقوه نهائيا مثل هذا العريفي مصر مرة جاء المصر وقت الإخوان مصر حبيبة الكل مصر هكذا ومعرف قبض قبض المصار منا ورح عمل سفر في لندن نفس يعني يوم اللي بعد من مطار القاهرة سافر على لندن يعني وين الأشياء اللي تدعي بيها وين الجهاد اللي تدعي بيه يعني يدعون الناس وينسون أنفسهم مثل ما يقول هؤلاء دجالين هؤلاء اعتماد اعتمادهم الأول والآخر كله على الدجل والشعوذة لكنهم لا يطبقونها على أنفسهم في أبسط شيء يجعون إلى الأطباء بالضبط وهذا اللي بدنا إياه أهلنا يصحوله يا جماعة هذا اللي بدنا إياه يصحوله أنهم مسيطرين على عقوبنا بترهات بحكي فاضي فقط تخويفنا من البعبع الإلهي جنة ونار والحكي الفاضي وهذا وهلخز عبلات هاي وهم يعرفون لهم بالحقيقة يعني لو ما يعرفون مثلا هذا العريفي مثل ما قال أخونا أبو الحكم يعني طلع من القاهرة ضحك عليهم طلع على لندن مباشر وما بيأكل إلا بمكدوناس يعني مكدوناس الكافرة ما بعرف بلا 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 وصاحب صاحب ماكدوناس يهودي يعني يعني لا يقول إلا عند اليهود في شغلة تانية أنا أحب أهالينا يفكروا فيها الموضوع موضوع مستعد يقتل حاله مستعد يقتل أمه أبو أخو ما في أي مشكلة ابنه ما في أي مشكلة وكلها شفناها على الشاشات من اللي قتل أخوه اللي قتل ابنه اللي قتل ابن عمه اللي قتل أمه وكل هدول شفناه ببعت ببعت ابنه الطفل يروح يفجر حاله بإيده ببعته يعني أشياء أشياء غير معقولة بصراحة يعني دل على شيء دل على خسيل دماغ ما هو معقول إلى أبعض حدود طيب السؤال هون يا أهالي هل الله عاجز أنه يدافع عن نفسه هل الله مثلا عاجز أنه يقول لكل البشر يكون فيكون وكل يصير مؤمنين إذا هو خلقهم بشان ليعبدوا ما خلقنا الإنس والجن إلا ليعبدون هل هو عاجز يلساوية غريزة في الجينات بشان يعبدون هاي شغلة شغلة الثانية أنه هل الله بحاجة لصلواتنا بحاجة أنه ننصوا من له يعني مثل واحد دائما الله بحاجة لينذكر وإذا نذكر ما نذكر راح انتسى يعني مثل السيارة بدك تحط له دائما بنزين بشان تمشي فواحد على طول بدي صلوله بشان الله يكون موجود على طول يعني مثل الفنانين هدول اللي دائما العالم تذكرهم بشان تم موجودين وعلى الساحة وعلى اللسان وعلى كل هاي هل الله بحاجة لصلاواتنا هل الله بحاجة إنه لمديحنا نحن يعني نشائد المديح لله ورسوله لا تنتهي الأناشيد هاي لا تنتهي هل الله بحاجة للمديح جانب أسألك السؤال هل الله بحاجة للمديح هل الله بحاجة للحماية يعني نوجه سؤالنا هذا العقول أهالينا بس ياريت تفهمنا الأصلاح يعني إذا الله بحاجة إلى دعائي أو إلى أنه أعبده يعني هذا إله ناقص وإله ما بيحتاج والله أو إله مش متكمل هذا أول ثانيا بالنسبة اللي ذكر العريفين ذهب للي كي يتعالج في لندن نفس الشي السستاني لم يذهب إلى تهران أو قوم أو مشهد ذهب إلى ألمانيا أو لندن للي كي يتعالج يعني إذا كان مؤمن أنا لما بؤمن بشي مثلا أبسط المثال تشيجي فارا كان مؤمن بأنه الدول المتهدة لازم تكون عند الحرية في التعبير وأن يستقل يكون عنده استقلال ومات على في هذا الطريق ثانيا بيقول المسلمين أن الله يهدي من يشاء ويظل له من يشاء طب يعني بدي أفهم هو هو ضلني خلاني أصير ملحد طب ليش يدبني في جهنم يعني هو أراد أنه أصير ملحد تالتا يعني جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يعني هل إله بحاجة إلى أموالي أنا شامفلس اللي عندي وبنفسي يعني هذا إله ناقص إله لازم يكون متكامل يعني كيف تدورها تكون حلقة مفرغة يعني كيف بتسويها ما تركب على بعض هذا إله ناقص وابن ناقص مش فقط هو ناقص ابن ناقص كمان إله عند زهايمر إله عند جنون البقر عند كل أمراض المستعصية جنون البقر يعني بصراحة يعني يعني بصراحة جنون البقر لا يقع عليه جنون العظم جنون العظم البشرية اللي الإنسان حقه لنفسه يعني بصراحة يعني ما بعرف لوحد شو يحكي عليهم كيف 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 تجيبها كيف تركبها في شيء ناقص في شيء غلط في تركيبة هذا هذا شيء بالإسم الله يعني 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 أنا لما صرت ملحة يعني حقاً يعني 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 في المجتمعات هنا كل شيء سطحي، التعامل، ما بتقدر تتعمق، إذا تتعمقت في الأشياء فرأساً بتصير شاز في المجتمع يعني بيقولون هذا كافر، هذا أتيست، فيا أما مثل ما صار مع إسلام البحيري وصار مع كثير ناس فرج فودة، بنجيب محفوظ، في كثير ناس يعني دفعوا حياتهم فقط لأنهم قالوا كلمة حق فإذا أنت على حق ليش تخاف من الكلمة؟ إذا أنا بكون على حق ما بخاف من أي شيء؟ يعني إذا الآن ما بقدر يعني أثبت أنه أنا على حق بكرة راح أثبتها على حق بدون أنه أقتل أو أرهب أو أسجب فهذا الشيء يسلموني بكل تأكيد جانوال أشكرا جزيلا شكر حبيبي ما بعرف إذا في أسئلة من الأصدقاء كان سعد العلاقة عم بقول وصل سؤالي بس يعني ما بعرف شو هو سؤال على كل حال يعني الأخ جانوال في الله صابه جنون البقر بصراحة جنون العظمة هي جنون العظمة ما هي الجنون العظمة هذا الإله هو أصلا يعني خرافة غير موجود ولكن المشكلة اللي بدنا يا أهالينا يفهموه ويفتحوا عقونهم فيها هي المسألة جنون العظمة عند البشر اللي خلقوا هذا الإله اللي بإسم هذا الإله يعني تحكموا بالناس وجمعوا أموال وعملوا كل شيء فجنون العظمة هاي موجود عند هالبشرة دولة اللي طالعوا فيه بشكل إلهي هذا ولسقوا بالإله حتى يتحكموا بالناس ويتحكموا بمصائر الأمم صراحة يعني المسألة ما هي مسألة شخص شخصين ثلاثة أربعة المسألة مسألة أمم يعني نحن اليوم ببلدنا للأسف الشديدة كان سوريا العراق وكل بلاد الشرق الأوسط يعني فيه جحيم لا يطاق من وراها الأفكار هاي والمصيبة الكبرى أنه أهالينا مصدقين ومصيبة الكبرى أنه أهالينا يحرقوا بيوتهم بأيديهم يعني مثل مضروني فين سبيل هل الخرافة هذا هل المجنون الإله المجنون صاحب الجنون العظمة اللي خلقوا البشر ذات نفسه حتى يتحكموا بهالقطيع هذا على كل حال فيه أخونا كمان يا أخونا يسري إذا بتحب تشاركنا ياريت أنا راح فيك أقول يسري إذا حابب تشاركنا الرابط موجود ياريت تدخل وتشاركنا كمان يأكوا بيك مطل ما أقولوا بنورك وعلمك أخونا يسري على كل حال فيه شغل تاني فيه شغل تاني أنا حابب أطرحها عليك أبو الحكم مسألة تلزز الله بعذاب الناس يعني الله يعني مثلا واحد لم يؤمن عيفنا من الاله الإسلامي خلينا نروع الاله المسيحي بيقولك تيزز بيحبك وبيحبك وما بعرف بضرتك وبيساويك ولكن إذا ما أمن فيه رح تدخل النار إلى أبد الآبدين شو فكرة أنه دخل إنسان للنار إلى أبد الآبدين فقط لأنه لم يؤمن مع أنه هو عطاه هذا العقل يؤمن أو لا يؤمن وهو عطاه الاختيار فضر الحق رح أتكلم على هذا العذاب الله أيضا لكن حبيت أعقب على النقطة التي تكلمت فيها أنت وكاك جانو يعني أنا دائما أتخيل عبادات البشر لهذا الإله أنا عامله الإله هو السيارة ونحن البشر نحن البنزين يعني يعني كل ما إحنا نعبد هذا الإله إذا هذه السيارة الضخمة نعبيله بنزين إحنا يعني كل ما نسجد ونسوي نعبيله بنزين إحنا حتى يظل هو مستمر ويمشي وشوف طريقه لأدام يعني فأنا مش فاهم يعني هو شو يستفاد هذا الإله إذا إحنا ركعنا وسجدنا وعملنا قال لك هذا من شان تأخذ حسنات من شان ما تتعذب طب شو يعني أنا بنزين الله؟ عبد الحكم بس بعد إذنه يعني آسف للمتاطعة آآ في شخص آآ إنه هو ضوء نعم ونحن الكهرباء كل ما نحن سجدنا له هو بيضوي أكثر تقريبا تقريبا نفس المعنى يعني آآ كل ما سجدنا هو يضوي أكثر يعطي نفس المعنى وإلا ما في أي معنى يعني صلواتنا وسجودنا هو شو يعني هو إنسان يعني هو الشي مغرور لما يشوفنا ليل ونهار نسجد آآ الحب العظم اللي عنده أو الغرور اللي عنده رح آآ يجيب محله يعني ويكون مبسوط من السجود اللي سقوه كمان شو الزبيبة اللي تطلع للمصليين والله سيمان في وجوه من أثر السجود بس من شان هاي الآية آآ تخلي قورته هون آآ علامة دائرية وكل أمراضها هاي اللي تصير هون آآ مشكلة بكتيريا وأمراض تصيب بالجبأ ويضلوا طول حياته يعني والله شوف فرحان إنه إنه سجدة كمان العبادات أيضا في آية تقول إنه آآ كل ما تعمله فهو لله ورسوله يعني أو تبطي المصاري آآ فهي خمس لله ورسوله طيب إحنا حكينا النقطة واللي مسها معا نعيدا مرة أخرى سألوا رسول الله قالوا لي يا رسول الله إحنا فهمنا إنه خمس إلا لله كيف يعني قال أنا ربيع بالسماء إذا أخدها أخد حصته وإذا ما أخدها ترجع لي تصير إلي مرة تانية يعني فهو هذا لله ورسولي الأشياء اللي تصير أما بالنسبة للعذاب فأنا أعتبره نفس الشيء إنسان شوفيني أعتبره إنسان يتلذت بعذاب البشر هذا الإله طبعا كله خيال وأيضا أنت نويت إن هذا الشيء موجود بالدين المسيحي طبعا موجود يقول لك إذا أنت ما تؤمن إن المسيح هو اللي يكون سبب النجاة إليك مجرد تتآمن به وإذا ما أمد به ستدخل في قعر جهنم هذا أيضا المسيح ما أخذه من اليهودية واليهودية ما أخذينه من حضارات أخرى والإسلام أيضا أخذ منهم أم الأثنين وغيره فأيضا هذا الإله الوهمي يعذبني لأني لا أمن هو المخلص يعذبني لأني لا أمن بمحمد أو أمن بموسى وغيره ما هذا الإله التافه الذي يعتمد على عباداتي وعمل أشياء له يخليني من الصبح لمناسبة رمضان من الصبح للليل وفيه هون بنرويج ما يأخذوا أو بألمانيا أو بالسويد هالدول الإسكندنافية ما يأخذوا بالرخص اللي يخليها لهم بعض الشيوخ وبعض الشيوخ ما يقبلوا الرخص يقول لك أنت لازم تصوم 22 ساعة يعني أنت تخيل واحد يضلوا 22 ساعة بدون أكل بدون شيء اسمه وفيه مرضى ما يقبلوا يعني فيه ناس ماتوا من وراء الشيء من هذه العبادة الصيام لأنه ما قبل يأخذوا بالرخص عنده مشاكل بالمعدة قرحة معدة عنده مشاكل بالمرض السكر ولما ما تأخذ بالرخص معناته أنت تفطر بعد ساعة أو ساعة ونص مجبورة السحر مين يقدر يأكل هلأ وبعد ساعتين أو ساعة ونص يقدر يأكل مرة ثانية مستحيل يعني فأي إله هذا يتلذت بعذابنا طول هذا الشهر ياريت يعمله يوم بالسنة نقول ما أقوله يعني وإذا مصمنا أو مصلينا يظل يعذب فينا شهور وسنين شو المستفاد من هذه العبادة لا شيء فراغة عقل هو اللي يخلينا نصدق مع الأسف نحن في القرن 21 نصدق هذه الترهات إنه في إله ممكن يعذبك طول حياتك إذا ما مسجدت له وما صمت له للأسف الشديد يعني وأنا أتمنى أهلين يفكروا بهذا الموضوع يفكروا إنه إنه مسألة هل إله هذا إله أصلا غير موجود وما بتهم مسألة عداداتنا إلا لخدمة يعني أصحاب رؤوس الأموال واللي يستعملون كل شيء يستعملون الدين والخديعة والسياسة كلها في سبيل مصلحتهم وأتمنى أتمنى من أهلين يفتحوا وقولهم ويعرفوا إنهم مخدوعين خطعة كبرى بها الخرافات هاي اليوم كمان شغلة تانية أتمنى أهلين يفكروا فيها ويفكروا إنه يعني أنا بلاحظ إنه يعني رد الشبهات رد الشبهات طيب أنت اللي عم ترد على الشبهات هاي ما بتفكر إنه يعني أنت موقف الدفاع دائما دائما موقف الدفاع عن هالدين هذا طيب ما بتفكر إنه ممكن يعني ليش الناس كلها عم تطالع ليش فيه شبهات أصلا في دين الله إزال الله القادر القدير العليم بكل شيء القادر على كل شيء كيف يعني يصير في دينه في في شيء نزل هو يصير فيه شبهات في جناس صغار العقول كما تدعون مثل جانا ومثل أبر الحكم ويطالعوا لك شبهات في دين الله اللي قادر على كل شيء لا تفوتوا صغيرة ولا كبيرة وهو العالم القدير البصير العليم وكل هالأشياء اللي بنعرفها عن هالزا الإله طيب يا أخي يا أخي المسلم يا أخي المؤمن ما في شيء يشغل عقلك يقول إنه معناته أنا أفكر تفكير خرافي أنا مؤمن بخرافة حتى فيها كل هالشبهات هاي يعني لو كان عند الله ما كان في هالشبهات هاي جانا وما نشوف معي اللوم صاير الدين خصوصا للإسلام الدين عموما طبعا والإسلام خصوصا مثل الكاسة اللي المشعورة صايرة من كتر ما رمي الحبوات عليها يعني قريبة إلى السكوت لتنهار كلها يعني يعاقب على يعني هل هناك اختيار في الأديان يعني أن تكون مخيرا ليس هناك اختيار في الأديان أنت يجب أن تكون عبدا وإذا بتكون على أي ديانة وهذا الديانة سبب رئيسي في التمييز تمييز العنصري أنت إذا مسلم لازم تكره المشركين كافة بدون استثناء يعني كل يعتهم فهذا سبب رئيسي للتمييز العنصري مثلا الأكرات أهل الجن ها لازم تعرف هذا الشي بدي أسأل سؤال للنوارت حبيبي يوسري 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 بس لو اليوتيوب من عندك تطفيش تعمل النيوت أكون لك من الشاكرين حبيبي يعني السؤال للمسلمين هل الصلاة والصيام تعتبر من عمل الصالح؟ يعني نشوفه يوميا أشخاص بيروحون للمسجد لما بيخرجون الحداء تبعهم ويمكن الفلوس اللي في جيبهم انسرقت يعني هل هذا هو العمل الصالح؟ هل عمل الصالح أن تكون صايما وتسرق من غير الأديان؟ يعني خاصة أن المسلمين يجي عايشين في أوروبا؟ يعني بدي أفهم شو هي المغزة من الأديان يعني غير أن تكون عبد وتمشي في القطيع وما يعني ما تشوف يمين ويسار دائما مع القطيع حتى حاشا سامعين الحمار يقدر يقود الخرفان فهذا هو السبب الرئيسي وشأنها أم أبينا باتت يعني الأديان للتساقط شأنها أم أبينا لأن صارت عصر الأيدولوجيات انتهت صارت عصر التكنولوجيا وعصر التكنولوجيا هي كلها مبنية على العلوم وكل شخص يستطيع أن يشوف اختصاصه بالضبط أي شيء تريد غوجل العم غوجل بيطلعك فورا فمش بحاجة إلى أنه أنا مثلا مش بحاجة أنه أروح لتاجر دين أنه يشرح لي معنى أو مغزى لشيء معين حتى الأشياء الدينية بدي أفهمها عن طريق الإنترنت وبدون كذب وبدون نفاق كاتبينها يعني مش بحاجة إلا كذب رجال الدين أنا راح أعطي المايك يا أخويا طبعا نرحب أخونا أحمد كمان أهلا وسهلا فيك أحمد حبيبنا حبيبنا كيف أهلا وسهلا أحمد أنت دخلت في اللحظات الأخيرة بصراحة يعني على كل حال خلينا نروح لأخونا يسري يعني العقول هاي العقول المغلقة اللي لا تفكر بشيء أنا طرحت كتير مواضيع أنه الإنسان المسلم لا يفكر بصراحة يعني بأبسط الأمور مثلا الفوق والتحت يعني الله بدعي لأله بدعي لفوق مع أنه الكرة الأرضية مثل لو تعرفي حبة رمل في فضاء واسع لا توجد اتجاهات كيف ممكن نقول لأهلنا يا جماعة ما في فوق وتحت يعني هو المساء الخير الأول جميعا بحييكوا أصدقائي حبيبي لأنا بعتز بيهم وبحترمهم جميعا بلا استثناء الحقيقة جان هي القصة كلها قصة وهمية يعني إيه؟ يعني إتا ما تقولش مثلا ده المؤمن مؤمن ما عرفش إتا ما هو مؤمن بكل حاج ما هو مؤمن بكل القصة يعني القرآن مليء القرآن والإنجيل والطورة والخزعبلات دي كلها مليئة غيب وخرافات يعني الأديان كلها عبارة عن مجموعة من الأفكار الغيبية ومجموعة من الخرافات هو بيقولك إن في إله والإله ده عادل جدا وعمل نار وعمل جنة هي دي فكرة ببساطة يعني لو أنت عملت اللي هو هيقولك عليه حيوديك الجنة لو عملتك حيوديك النار طب على بقى المؤمن بقى ما يهموش التفاصيل في القصة اللي هو يهمه خلق يعني والخطوط العريضة بس إحنا بقى ما ينفعش نؤمن بالكلام ده الفرق بس بين الشخص اللي هو ما بيصدقش حاجة غير بالأدلة يعني أولا لازم تتماشى مع المنطق والعلم لازم تتماشى مع الفطرة السليمة للإنسان يعني كل بني آدم عنده بصلة جواه يستطيع أنه يفرق بين الأشياء الجيدة والأشياء الغير جيدة الأشياء اللي يعني تتماشى مع فطرته الإنسانية والأشياء اللي يقولك لا يعني يعني مفيش واحد عنده إنسانية يقبل مثلا أنه يموت واحد دي معروفة من بداية ظهور الإنسان على سطح هذا الكوكب لكن الدين ممكن بقى يخليك تبتلع أي فكرة يعني ممكن وأجرم الأفكار يعني ما تيجي تقوله مثلا المتدين هو ليه الإله ما بيتواصلش مع الناس يقولك أنا مرة سألت واحد قال لي كده بالنص قلت له هي فكرة إن أنا أقول لواحد أجيب واحد في جبل في غار وأقول له يا محمد روح أقول للناس كلها اللي في كل الأزمنة روح أقول لهم كذا كذا في كل الأزمنة طب محمد نفسه عمره علي ستين سنة طب هيقول اللي جاي بعد ألفين سنة إزاي طب اللي جاي بعد ألفين سنة ده لازم يصدق ولو ما صدقش هيروح المهار عارف جهان أفكار عبيطة وهبلة ولا تنطلي إلا على السزة أنا بعتبر الناس دي مغيبة تماما ما بيشغلوش أقول لهم طب انت واحد ما بيشغلش عقله واحد بيصدق الشجاع الأقرع والشجاع أبو قصة والشجاع وبيشغلوش يعني هو عبارة عن أرض خصبة ارمي فيها وهو هيستقبل ارمي فيها يعني لما تيجي تقول له مثلا أو تيجي الناس كتير بتطرح أسئلة يعني أسئلة بمنتهى العقل والمنطق يقول لك طب ليه ربنا ما بيتواصلش مع الناس الراجل بقى اللي بحكي لك عليه ده بره بقول له واحد متدين قال لي يعني انت عايز ربنا ينزل لكل واحد يقول له في ودنه قلت له يعني هو ربنا ما يعرفش غير إما طريقتين لتبليغ لسابته يعني ما ينزل يقول له واحد في ودنه يعني إما يجيب واحد فغار أو أو ينزل له واحد ألواح أو يقول له واحد عن طريق يعني الإله ده عاجز تماما كده يعرفش حاجة خالص يعرفش يتواصل مع الناس يخترع طريقة ده رئيس الجمهورية وميحب يقول له شعبه حاجة وشعبه ده مثل مئة مليون ولا مئتين مليون نسمة عنده جرائد وعنده صحف وعنده تلفزيون وعنده إذاعة وعنده وسائل إعلامية كتير الإله عاجز عن أنه يوصل رسالته لكل الناس في كل الأزمنة والتواريخ بنفس الطريقة وبنفس الإقناع لما الإله اخترع شمس شمس مفيش اتنين في التاريخ يختلفوا على الشمس يعني يبقى المخلوق مقنع أكتر من الخالق يعني إحنا نستطيع نتبين ونتأكد من المخلوق وما نتأكدش من الخالق الخالق العاجز الإله العاجز الذي لا يستطيع إثبات نفسه أنا شخصيا هو والعدم سواه لا قيمة له عندي طدر حبيبيجان هو بصراحة عدمي كان بردر بكل سهولة يعملها غريزية مثل الخوف مثل الجوع مثل الحزن مثل أي شيء مثل الجينات الجينات دائما تطلب الجنس حتى للتكاثر فأتمنى كان هذا الإله يعمل الإيمان كمان بداخل الجينات يعني واحد من نزل بطن أمه مؤمن بالله الله أكبر وكل سهولة حكاية يعني ما بده سحر يعني طلع جانس كمان لا كمان في نقطة كمان يا جان الدين الإسلامي على مدى 1450 سنة تشوف عدد المراجع والكتب والأحاديث حاجة يعني عايزة مثلا ألاف عشرات الألاف من الكتب طيب كل ده الدين الإسلامي طيب الإله ناسي الموضوع ده كل الكتب دي اختراعات بشارية هل الإله لما قال لمحمد يا محمد روح بلغ الناس يقول لهم كذا 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 أما كان قادر الإله بنفسه يقول له خلي بالك فيه تفاتير كذا وتفاتير كذا إنه ما ساب موضوع تفاتير ده عن الناس وكل واحد حسب مزاجه وحسب هواه وحسب رؤيته يعني بص هي مسألة فاقدة تفتقر إلى العقل والمنطق واليقين مطلوب من المؤمنين أن يؤمنوا خلاص بدون نقاش أؤمن نقطة شكرا وده ما ينفعش في العصر ده قلت أكيد أشكرك أخو يسري أحمد أخونا أخونا أحمد نزار شو بتقول له العقل يؤمن بهال يعني الأشياء كتير سخيفة بصراحة يعني لو يشغل علىه مثل ما بقوله 1% رح يكون طالع منه مرحبا شباب كيفكم أحب أسلم على الكل مشكلة العقل المؤمن هو يخاف أن يبحث يعني كتير عم ناقش مؤمنين هلا في الفيسبوك ولا على اليوتيوب ولا على أي برنامج تواصل اجتماعي مثلا أعطيه آية ولا أي شيء بقول له هات تفسيرة تفسيرة هيك وهيك بيقول بيروح بيشوف التفسير و بيرجع بيقول لي لا هذول التفاسير عم بيكذبوا علينا هذول مش تفسير حقيقي و مشكلة العقل المسلم أو عقل المتدين هو يخاف أن يبحث في دينه هون المشكلة والنقطة الأساسية بيسألك بيجي بيسألك كيف انت كفرد كيف انت الحدد يا سيدي احنا لما نكفر ونلحد احنا عم نبحث في دينك يعني احنا من كثر ما بنعرف في دينك هلا يعني احنا هلا صرنا بنعرف أكثر من كل المتدينين في دينه لما تناقش واحد في دينه بيقول لك انت كيف كفرد أو ليش كفرد هذا الدين جميل يا سيدي ابحث في دينك العقل المسلم يخاف ان يبحث في دينه لأنه رح يعرف انه رح يكفر يا أما رح يصير شيخ ويقشمر على العالم بيضحك على العالم هاي مشكلة العقل المسلم أحمد بصراحة في فيه شغلة كتير حلوة عند أخوتنا المسلمين يعني تصور عقولهم إلى عين شو ممكن تخزن شغلة أنا بصراحة لحظت كتير في في الفترة السائل الماضي يعني من ثلاثة أربعة أيام خصوصا في جروب الجهر بالإلحاد يجيك واحد ليش ما بتنكح أمك وأختك ليش ما يعني هالشغلة هي مثل أسطوان المشروخة شو بتقول لهم فيها؟ أنا كلها رديت عليها أنا كلها رديت عليها كمان لما بيجي بيسألني هيك واحد أنا عملت لهم بحث عن عن الإمام تبعهم أبو حنيفة عنده تشريعة كاملة بيحلل نكاح الأم والأخ بيحلل نكاح المحارم الإمام أبو حنيفة يلي عندهم عند المراجح لما بيسأل بحط لها هالشريعة يلي هو جايبها ومحللها بقال له أنت أنت ليش ما بتطبق دينك لكان أنت لما بتسأل هيك سؤال يعني أنت بتتمنى أنه تنكح أمك وأختك بس دينك حاربك منهم بعد يلو ترجع لنكاح الأم والأخ لك يا سيدي الشبانزي أقرب إنه ما بيعمل هالشي بس هالطبيعة الفكر يلي كرس هالغباء والشيوط يلي كرست هالأسئلة والغباء في هون بكل تأكيد بكل تأكيد على كل حال أحمد أنا كنت متنمني بصراحة لو أنت داخل معنا من بداية الحلقة أنت وأخونا يسري طبعا أخونا أحمد حرقان هلا عنده حلقة مباشرة وأتمنى من أصدقائنا الموجودين يروحوا لعند أخونا أحمد بعد أن تخلص الحلقة طبعا رح ناخد كلمات أخيرة من الأخوتنا الموجودين نبدأ من أبو الحكم طبعا أنا فرحان إنه الأخ يسري جمعنا وأنا مشتاق له من زمان حبيبي أبو الحكم أشكرك يا حبيبي ألبي أنا مشتاق لك كمان أبو الحكم الله ألو حبيبي ونرحب الأخ أحمد معنا الأخ أحمد نزار ألبي ونتمنى دايما تشارك معنا مستقبلا طبعا أيضا كاك جونو يعني من زمان مطارعين بصورة مباشرة يعني فترات قصيرة ممكن طلعنا شوي بس اليوم الحلقة كلها ماشاء الله طبعا الكلمة الأخيرة أشجع الجميع أن يدخلون معنا حتى تصير صحبة جميلة ونقدر كلنا نتبادل الأفكار مع بعض في الحلقات القادمة وأشكرك جون لإتاحة هذه الفرصة وأشكر جميع اللي معانا بالتيكست والمشاهدين أيضا اللي أثروا الحلقة بنقاشاتهم شكرا على كل حال بالحكم والأصدقاء الموجودين رح نعمل حلقة مفتوحة كمان الأخ أحمد والأخ يسري والأخ جانو أنت بالحكم مدعوين طبعا والأصدقاء الموجودين كمان مدعوين بكرة رح نعمل الحلقة مفتوحة أنا رح أضبطها في الأفكار اللي رح نطرحها اليوم بكرة وأضبطها اليوم ونطرحها بكرة جانو كلمة أخيرة جان بعد أمرك بس أنوه إنه وبعد مدامك خليتها الحلقة إنه بعد بكرة نعمل حلقة عمرو بن العاص رح نفسخ هذا الصحابي ونعريه مثل ما عرينا بقية الصحابة شكرا تمام تماما بالحكمة على كل حال بكرة حلقة مفتوحة وبعد بكرة حلقة عن عمرو بن العاص فاتح مصر فتح الله وقبره فيه تفضل جانو تفضل عمرو بن العاص اللي كان أمه شغالة شغالة بس مستحية بقى كثير فرحان إنه اليوم قدرت إنه أكون معاكم ونفس الشيء اللي قال صديقه حبيبي يوسري يعني بعد مجيء الإسلام بمئات السنين طلع على المفسرين يعني أولى بأصحاب محمد إنه كان يفسروا لنا مثلاً إمام علي أو عمر بن الخطاب أو أي زفت تاني كان أولى به إنه يفسروا الأشياء مش بعد نئات السنين يجي يفسر لنا أشياء وأصلاً هو ما لا عايش فيه الزمان ولا فيه مكان اللي كان عايش فيه واحد في البخارة يطلع يفسر الأشياء حسب مزاجه أو واحد مثل ابن تانية ما بعرفين طالع أهم شيء إنه يا أخوان استعمل العقل والمنطق وكبوا هذه الزبالة طبعاً كل أديان زبالة بس الريحة ريحة الإسلام عفنا فمشان هيك لأن إحنا من خلفية إسلامية مشان هيك نقول إنه كفانا هذا الريحة كبوا بالزبالة منشان يدفن تحت الأرض وما يطلع والتحياتي لكم وبحبكم أشكرك يا أخوي يا جان ويسري تصبر حبيبي الحقيقة يعني فيه أفكار كتير يا جان ويعني حاجات كتير واحد ممكن يقولها أبسطها نتعامل مع الإله خاصة الإله الإسلامي كما تعامل هو معنا الإله بيقولك لازم تعمل كذا وكذا وكذا وخمسمائة مليون حاجة وإذا ما عملتش أنا هفشخك بالصين طيب إحنا كمان من حقنا إن إحنا نتعامل مع الإله بنفس المنطق إحنا أولا أيها الإله إحنا محتاجين أدلة على إنك إنت موجود إيه هي الأدلة اللي قدمها الإله عبر الأديان عشان يثبت للناس إنه هو موجود ما فيش أدلة الأدلة اسمع وقطع الأدلة لا تسأل الأدلة امشي زي ما قلنا قبل كده حط راسك بين الروز ما تسألش يا جماعة الأديان ما بتنميش عندك التفكير الأديان ما بتنميش عندك لا البحث بالعكس بتعتبر السؤال والاستبصار والبحث دي كلها من الشيطان يعني من الآخر كده يا إما عقلك يا إما الدين يتحترم عقلك يتحترم الدين إذا احترمت الدين واتبعته أنت بتلقي بعقلك ده في سلة الزبالة إذا استخدمت عقلك هتلقي بالدين في سلة الزبالة فأنت اختار ما بين عقلك والمنطق والعلم واختار ما بين الدين أنا شخصيا اخترت العقل والعلم والدين لأن ده اللي قدم لي كل المفردات اللي حولي كل شيء بس تعمله هو نتاج العقل والعلم والدين والمنطق إنما الدين نفسه قدم لي داعش وقدم لي النصرة وقدم لي القعدة وقدم لي المرقبات وقدم لي اللي دقنه ثلاث تنتار فاضل يمكنس بها الشارع قدم لي شوية مشوهين قدم لي مسخ قدم لي الناس بتكره الحداثة وتكره الآخر وتكره العلم وتكره يا راجل نظرية التطور مأساة عربية إسلامية ادخل كل مدرس علوم وأحياء بيقول للطلبة في أحد الدول العربية ده اللي قال لي كده الطالب نفسه قال له نظرية التطور دي كلام فارغ بس احنا بندرسها كده من باب تضيع الوقت من باب العلم بالشيء طيب يعني أمة بالشكل ده والناس بتفكر بالطريقة دي عايزهم يطلعوا شكلهم ايه تكلمهم بالمنطق والعلم ازاي يا جاني فالناس محتاجة يعني تتغير يعني شكرا حبيبي جاني طبعا اللحظة بس أنا بحي حبيبي أبو الحكم وحيشني جدا وأكيد سنرتقي قريب زرفان حبيبي من الناس اللي أنا بحبها جدا الأخ أحمد اللي تكلم وكل الأصدقاء الحقيقة اللي موجودين تحياتي ليهم جميعا يعني أشكرك يوسري على كل حال بكرة عنا حلقة ويا ريتي تكون معنا وابو الحكم رح يكون معنا أكيد والأخ أحمد وجانو وكل الأصدقاء مدعوين يعني يكونوا معنا اللي حابب يشارك بكرة حلقة مفتوحة حاول لنا نتناقش في جانو بكرة أنا عندي شغل يعني ما بعرف ما بقدر ولا يهمك ولا يهمك جانو نحن أنا رح أخبر الماسونية العالمية تدفعلك إجرة الشغل هيدا تخليك معنا يعني ولا يهمك على كل حال أشكركم أصدقائي أخوي أحمد أحمد أكيد أنت بكرة رح تكون معنا بدي منك كلمة أخيرة تحبطولها تفضل آه بس أنت شوي عندي عمي قطة لا جيد جدا تفضل آه المشكلة هو في الدين هو مشكلة الدين الرئيسية هو لحصر الشعوب تحت نظام واحد لحصر الشعوب تحت فكر واحد يعني هو بده يطور بده يعمل أي شي مشان يطور بلاده بينما لما يحصروا تحت فكر ديني أنه إله وأنه في شي حاصر فيه وفيه إله لازم بتعمله هيك وبتعمله هيك للإله فهيك رح يحصر الشعب كله رح يحصر الشعب كله تحت تحت مسيطرة أنه هو لما يموت ضعيف أو أي شي صير له في هالحياة لما يموت ضعيف أنه فيه واحد رح يجازي بالآخرة يسيد هو ما في شي لا في آخرة ولا في جنة ولا في بطيخ هو حاصرين الشعب بهذا الدين هو بمجازات الإنسان الفقير بالآخرة ونخلين الإنسان الفقير يبقى تحت سيطرتهم يعني هذا الإنسان الفقيري لو لو طغى عليهم وحاربهم هيك رح رح يلتفشل أي حكومة وأي مخططات دينية وأي شي بده يعملوه أشكرك أخوي أحمد طبعا أصدقائي أشكركم جزيلا الشكر بكرة مثل ما قلنا في عنا حلقة مفتوحة وقت لنا من كل أصدقاء المشاركة وطبعا أصدقائنا الموجودين مع عدجان واحتمال ما يشاركنا ولكن إذا دفعنا له زيادة رح يشارك أكيد يعني ورح أتوصى بالماسونية يدفعوا له يعني المياه على كل حال أشكركم أصدقائي وأشوفكم بكرة في حلقة مفتوحة كمان نتناقش فيها حول هالأفكار هاي اللي مسيطرة على أهلنا للأسف الشديد واللي هي السبب الرئيسي في تعاستنا وفي انحطاطنا ومن كل النواحي الاقتصادية والمادية والأخلاقية والعفنية والزمردية وكل ما يخطر على بالك يعني لذلك أشكركم أصدقائي وأتمنى منكم تتابعونا بكرة كمان في حلقة مفتوحة وطبعا بعد بكرة مع عمرو بن عاص وحبيبنا أبو الحكم أشكركم أصدقائي وأشوفكم بكرة إلى اللقاء سلام جميعا